السلام عليكم ناس كتير عم بستنوا الخبر بالنسبة للبيلت بروجيكت والخبر السعيد ايجا ايجانا خبر من كلية ناب بانه نبدأ باستئناف الاجراءات لذلك what's the next step اولا رح نرسل لكم ايميل ان شاء الله بالاتفاقية بيننا بين ليرن كندا وبينكم رح يكون في عنا service agreement هاي الاتفاقية please please اقرؤوها بعناية هي باللغة الانجليزية طبعا كونه احنا شركة كندية لازم الاتفاقيات بالانجليزي بامكانكم تترجموها او تشوفوا اي حد شرحلكم اياها اقرؤوها بعناية عشان تعرفوا كل واحد ما له وما عليه بعدين رح نطلب منكم انه توقعوها الكترونيا هي الاتفاقية رح تدخل عليها من خلال link يعني رح نبعث لكم link يدخلكم على ويب سايت بتشوفوا الاتفاقية بتكتب اسمك التاريخ بتطلع automatic بتكتب اسمك تحت بعد ما تقرأها وبتوقع الكترونيا وبترسلها بعدين رح ترجع لعدنا احنا كمان رح نرسل لك نسخة كاملة منها موقعة من طرفنا هذا اول step بعدين رح نرسل لك تفاصيل التحويل كيف تحول المبلغ الاول اللي هو 1500 دولار كندي تحولوا الى learn canada الخطوة اللي بعدها رح تتواصل معاكم كلية ناب رح تصدر لكم LOA letter of acceptance الكلية رح تعطيكم نسخة ورح تبعث لنا نسخة من letter of acceptance بعدين الكلية رح تطلب منكم تحولوا مبلغ 3500 دولار كندي الى حساب الكلية هذا بينكم وبين الكلية ورح يعطوكم receipt by the way احنا كمان رح نعطيكم receipt بالمبلغ اللي هو 1500 دولار حتى تضمنوا حقوقكم وكل واحد يكون ضامن حقه الان رح يعطي يصلكم two receipts ايصالين واحد من عندنا من learn canada بالمبلغ الاول 1500 دولار ايصال تاني من كلية ناب باستلام 3500 دولار لما يستلموها الخطوة اللي بعدها رح نرسل ملفاتكم الى مكتب الهجرة مكتب الهجرة كمان رح يتواصل معاكم ويرسللكم اتفاقية بينكم وبينه انتم ما رح تدفعوا شيء لمكتب الهجرة احنا رح ندفع ولكن لازم حسب القانون الكندي انه مكتب الهجرة يعمل اتفاقية مباشرة مع الطالب فرح يرسللكم مكتب الهجرة اتفاقية برضو بتقرؤوها بتوقعوها وبعدين بيبدأ مكتب الهجرة بيعني الاجراءات اللازمة لتقديم للستدي بيرمت محتمل واحتمالي كبير جدا مش يعني مجرد احتمال انه مكتب الهجرة يرجع يطلب وثائق زيادة غير اللي انتو بعتوها خاصة انه ممكن في اشياء صارت قديمة ممكن يطلب اشياء تجاه يعني زي البانك ستيتمنت تحديدا او اذا فيه ممكن يطلب منكم فاذا فيه طبعا حدا معه خلال الفترة هاي او شي من هالقبيل برضو مكتب الهجرة رح يطلب منكم كل هاي الاشياء ممكن انه تبعتوها النا ترفعوها عن طريق الويب سايت تبعنا يعني الاجراءات كيف الطريقة بالزبط احنا رح نعطيكم التعليمات بشكل واضح بس انا حبيت انزل هذا الفيديو عشان ابشركم انه الامور ان شاء الله ماشية فيه اتجاه صحيح ورح نبدأ باستكمال الاجراءات لانه كتير ناس بتبعتلي وبتسألني شو صار شو صار فهيني انا عم بخبركم انه احنا ان شاء الله good to go حتى نكمل بقية الاجراءات نقطة اخيرة انه بعد ما نخلص كل الاجراءات باذن الله الامور يعني مبشرة وكل شي تمام ولكن ما فينا اطلاقا نحكي لكم انه guaranteed 100% انت رح تاخد الستادي بيرمت والفيزا مش ممكن نحكي لكم هذا الشيء بظل احتمال هو احتمال كبير لكن بظل احتمال يعني لو بعد كل هذا حدا ما حالفو الحظ ما طلع له الستادي بيرمت ما اخذ الموافقة الكلية رح ترجع 3500 دولار كاملة فنتمنى التوفيق للجميع واستنوا منا الايميل اليوم او بكرة والسلام عليكم تمنياتي للجميع بالتوفيق